اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا للقطاع الشبابي والرياضي ساهم في تحقيق التطور الكبير لهذين القطاعين الهمين مشيرا سموه إلى أن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا برياضة كرة القدم البحرينية ساهم في تحقيق منظومتها لنقلات نوعية بارزة على مختلف الأصعدة مشيدا سموه بمساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي ساهمت في ارتقاء الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وإسامات سموه المستمرة في تطور الرياضة البحرينية وكرة القدم على وجه التحديد وساهمت في نجاح مسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للفريقين المتأهلين إلى النهائي بتخصيص مائة ألف دينار بحرين للفريق البطل وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس أعضاء وامتسبين نادي الحالة وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي مؤكدا سموه أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة على امتداد مباريات المسابقة مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعب الفريق في المباراة النهائية والتي أسفرت عن تحقيق هذا اللقب ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالأداء المتميز الذي ظهر عليه فريق الأهل في المباراة النهائية على الرغم من الخسارة وحرص لاعبي الفريق على تقديم المستويات المتميزة في رحلتهم نحو المنافسة على اللقب الغالي متمنيا للفريق التوفيق والنجاح في المسابقات الكروية المقبلة وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بمناسبة التنظيم المتميز لمسابقة كأس جلالة الملك لكرة القدم والمباراة النهائية على الكأس الغالية مشيدا سموه بتعاون جميع الجهات والتي ساهمت في إبراز الحدث بشكل متميز من كافة النواحي كما أشاد سموه بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته المباراة النهائية والتي أعطت رونقا مميزا للمباراة ترجمة نانسي قنقر